بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب شهري رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقد نهد الهدى والفرقان السبترة من الهدى والفرقان وانا تنسلت في المكونات القناة في هذا المرة يقول أن هذا المنزل هو المنزل من القرآن في هذا المنزل القرآن كانت تحديد في المنزل محمد صلى الله عليه وآله وصلى الله عليه وسلم في هذا القرآن يقول أن حدن للناس و بينات من الهدى و الفرقان حقًا القرآن هو حدن للناس هو المنزل للمنزل أحسنًا، القرآن ليس للمنزل أحسنًا ليس للمنزل وليس للمنزل حقًا القرآن ليس للمنزل القرآن استمتعتده لهم قرآن تع indicates وقرآن تعيشت глاهد، يعلم، 완전히 ، وحذر، قرآن هي جواب للناس للمنزل كل من المنزل كل من هنا ان المنزل كل من هنا يسمى كل من المنزل اشتركوا في القرآن واحدة من الطريقة والمثلات لتعلم القرآن لهم لتعلم القرآن لهم هو أنه من هذه المدية لتعلم القرآن ونحن إلى الإنسان لتعلم القرآن كذلك في هذه القرآن وضعنا بالتعلم القرآن قد نتحدث عن القرآن والعلم كمانا بحقوق الإنسان كمانا حتث عن القرآن بلاحظة القرآن تتعلم أن القرآن ليس موضوع القرآن ليس موضوعاً than the science but Quran is more progress more earlier than the scientific products but Quran its teaching is beyond a certain community it moves beyond any certain community but to all humanity wherever any إذا كان مجتمع العالمية فإن الناس الأساسيًا وإن الأدرسية الحيوانية الجميع فإن المشاهدين المنظرات في الناس فإن الناس المنظرات في الناس من الأساسي نتأكيد بلد من المجتمع ويدخلص ويبغل مرحباً ويبغل مرحباً بسبب نفسه الناسية ويجب أن يكون المجتمع خوران. That's why today many scientists shifted their works to the quranic teachings. Many orientalists today in the next session I will discuss they are researching in quran in a way that to reach something in quranic teachings. So this quran is guidance to the humanity and light to the humanity. إذا المعلم يأتي لك، القرآن يأتي لك أيضًا. في القناة المتحدة في القناة المتحدة. سأتحدث بعض المتحدة القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته